بسم الله الرحمن الرحيم معكم مهندس محمد يوسف فيديو جديد في كورس الإمبادل سيستم الفيديو برعاية شركة GLC-PCB الشركة بتقدم لك مجموعة من الخدمات عشان تقدر تنفس البوردة بتاعتك في اقل وقت وبقال لتكلفها الخدمة الاولانية Easy AIDA من خلالها بقدر اصمم الPCB الخدمة دي مجانية الخدمة التانية اللي بتقدمها الشركة هي مكتبة المكونات السطحية او SMT Parties Library من خلالها الشركة بتوفر لك اكتر من 200000 تقدر تستخدمهم عندك في التصميم بتاعك وطبعا ده كله عشان يقلل الوقت بتاع التنفيذ والتكلفة وطبعا تقدر توصل للمكونات دي اسناء التصميم من خلال برنامج خدمة اللي بعد كده اخذ من تجميع المكونات السطحية او SMT Assembly من خلالها تقدر تصنع الPCB وتجمع عليها كمان المكونات بنعمل بخاص بالدزاين بتاعنا بعد كده بننزل لتحت لغاية على اليمين بنلاقي فيه اختيار بنفعال وعشان نقدر نجمع المكونات على الPCB بعد كده بنقول له confirm الخدمة الاخيرة اللي هي 3D Printing دي من خلالها بقدر اعمل انكلوجر للمكون بتاعي او الPCB بتاعتي فكل المشاريع السابقة اللي احنا عملناها كنا بنتعامل مع الاطراف بتاعة التيفا سي مايكرو كنترولر وزي ما انت شايف هنا على السلايد كنا بنكتب مجموعة من الاوامر او الفنكشنز اللي جايالي فيه التيفا وير وكانت اكتر من فنكشن كنا بنستخدم مجموعة كبيرة من الدوال غير السوابت اللي احنا كنا بنعديها كبرامترز من خلال الفنكشنز فتخيل بقى انت لو كل مشروع هتشتغل عليه هتستخدم فيه الاطراف بتاعة التيفا سي فانت لازم تستخدم مجموعة الدوال دي كلها سواء انزا كنت هتستخدم البن او الطرف بتاع المايكرو كنترولر فيه مهمة بسيطة زي مثلا تخلي الليد ينور او يطفي او تستخدمه فيه مهمة اكسر تعقيدا طيب احنا عايزين بدل ما كل مرة في كل بروجيكت نستخدم مجموعة الدوال دي بالصورة الكبيرة ديت عايزين نكتبها بطريقة سهلة بفيه طريقة تانية اسهل في الاستخدام بحيث انها تبقى بالشكل اللي قدامنا ده كده نكتب مثلا يبقى فيه عندي variable الطيب بتاعه طيب جديد مش موجود في c language وليكن مثلا احنا هنعرف طيب اسمه bin underscore t نعرف variable هنسميه bin blue على اساس ان البن بتاع التيفا سي كنترولر هنوصله على الليد البلو اللي موجودة على الكت عاوزين نتحكم في الليد ده من خلال البن فلازم نزبط الاعدادات بتاعة البن فانا هقول له bin blue اللي هو ال variable اللي انا عرفته والطيب بتاعه كان bin t هقول له bin blue dot port من خلال الخاصية ديت احدد البورت اللي انا عاوز اشتغل عليها هتبقى port f وزي ما انت شايف ان البورت f دي عندي ثابت بدل ما اقول له زي ما كنا اخدين هنا في الدوار السابق دي قبل كده بدل ما اقول له جي بي اي او بورت اي بيز او بورت اي اف بيز واكتب السابت الطويل ده لا ده انا هختصر الموضوع وقول له بورت اف على طول او بورت اي او خلافه بعد كده عاوزين نحدد اه ترتيب البن في البورت احنا عندنا الترتيب ده من الزير والغاية السابعة فهنقول له bin blue dot place يعني المكان بتاعه يساوي سابت تاني اسمه bin two يعني ده البن اللي ترتيبه اتنين طيب عاوزين نحدد ال direction بتاع البن هل هو حيبقى output pin ولا input pin فهنقول له bin blue dot diar يساوي bin out ال current اللي هيعدي من خلال البن المكسوم بتاعه يبقى دي فهنقول له برضو bin blue dot current يساوي current اتنين ملي امبير عاوزين نحدد type بتاع البن هل هو حيبقى standard ولا pull up او build down register او open drain او خلافه فهنقول له bin blue dot type بيساوي bin std على اساس ان ال std بتمثل standard type بعد كده هقول له بقى عاوزين نعمل initialize ليه البن بالبرت بتاعته هقول له bin underscore init واعدي المتغير اللي انا عرفته اللي هو bin blue كبرامتر كده احنا جاهزنا البن ليه العمل طيب بعد كده بقى انا عايز اطلع high ولو عشان الليد يطفل وينور هقول له bin right بدل ما اجي اكتب هنا gpio pin right واخد التلاتة برامتر دول لا ده انا هقول له bin right واخد اتنين برامتر ال bin blue اللي هو المتغير ده انا عرفته هنا ويه البرامتر التاني high يعني طلع لي على البن هاي فاللد ينور نستنى فترة زمانية نعمل تأخير بعد كده ننزل نقول له bin right bin blue ويه البرامتر التاني هيبقى low فيطلع على البن لو فاللد يطفي وكرر الموضوع ده باستمرار لو انت جيت كارنت بقى الطريقة اللي احنا كتبناها ديت مع الطريقة السابقة اللي كنا نستخدمها قبل كده هتلاحز الفرق في عدد السطور بتاعة الكود ان السطور في الطريقة الجديدة قلت كتابة الاوامر بات قليلة السوابت بقت سهلة الكتابة وسهلة التذكر فده حيسهلك الكتابة في البرجيكت بدل ما تكتب كل الاوامر ده هي بالطريقة اللي شافها نحية الشمال طيب ازاي بقى نعمل احنا اللايبيري اللي نقدر نستخدمها في كل بورجيكت بالشكل ده ده اللي احنا هنشرحه فيه الفيديو ده في لغة السي فيه اكتر من طريقة عشان اقدر اعرف بيها طيب جديد استخدمه من خلاله اقدر احدده لمتغير فاحنا عايزين نعرف طيب جديد الطيب ده اقدر باستخدامه احدد بيه نوع متغير والمتغير ده يكون جواه بعض البروبرتس او الصفات او الممبرز اللي كل ممبر فيها لقيمة معينة يعني انا عاوز طيب يكون فيه اكتر من صفة الصفة الاولانية هي بورت الصفة الثانية بليس الصفة الثالثة دير وهكذا كل صفة او بروبرتس او ممبر من اللي قدامنا دول بتاخد قيمة محددة القيمة المحددة دي هتبقى عبارة عن ثوابت سبق التعريف بحيث ان البرت لقيمة سبتة اسمها بورت ا او بورت بي او بورت سي لغاية بورت اف نفس الكلام هعمله مع البروبرتس التانية او الممبرز التانية طيب هنعمل الكلام ده ازاي ممكن استخدم الستركتشر اللي كنا شرحناها في كورس السي انه هعمل استركتشر جديد استركتشر ده هيبقى الاسم بتاعه اه بن اندرسكور تي و احط جواه مجموعة من الممبرز اللي هي البرت والبليس والدير والقرنت والطايب بعد كده هعرف انا بقى في ملف الهيدر بتاع اللي بير اللي حننشئها مجموعة من السوابت اللي هي قدامنا دي وابدأ اشتغل على الكود زي ما حنشوف في السلاد الجاية في البداية حننشئ اللي بيري جديدة اسمها بن طبعا احنا تعلمنا الكلام ده في فيديو سابق هعمل جوا اللي بيري دي ملفين ملف اسمه pin.h وملف اسمه pin.c هنيجي في ملف الهيدر ونحط في البداية مجموعة اللي بيري اللي احنا بنضمنها كل مرة في الشغل بتاعنا الخطوة اللي بعد كده هننشئ الطايب الجديد ده من خلال اللي انا حبني استركتشر فحقول له type def struct وافتح قوس مجاعد هنحط جوا الاستركت ده مجموعة الممبر اللي احنا حنستخدمها الport والplace والdiar والcurrent والtype كل ممبر من ده هياخد type unsigned integer 32 bit طبعا انا مش بشرح الكلام ده لانه ده مشروح في كرسي c لكن انا بعرفك احنا بنعمل ايه ايه وبعد كده بحط اسم او تاج للاستركت ده بقول له pin underscore t يبقى انا ما حب اتعامل مع الاستركتشر ده هتعامل معه من خلال الاسم اللي انا حطه هنا طبعا انت ممكن تغاري الاسم ده زي ما اعجبك بس انا عامله بن بحيث ان احنا العبارة دي خاصة بالاطراف اللي هي البنس تاني حاجة underscore t بحيث ان هو وازي كلمة type اللي موجود هنا مع ال types بتاعت ال standard data بعد كده نبدأ ننشئ السوابت اللي احنا هنستخدمها في اللايباري اول ثابت او اول مجموعة ثوابت المجموعة الثوابت الخاصة به الممبر اللي اسمه port احنا المفروض الممبر ده هياخد اسم الport اللي انا هشتغل عليها واللي البن موجود جواه طب احنا عندنا في الكنترولر بتاعنا اه البورتات من الاي لغاية الف فانا هاجي هنشئ مجموعة ثوابت خاصة بالبورتات دي فحقول له هاشدفين بورت اي واجتب الادرس بتاعها طيب احنا شرحنا في البداية خالص في بداية الكورس اللي احنا فيه عندنا اه اتنين اه باص واحد قديم بيبقى بطيء وواحد تاني اه جديد بيبقى اسرح فاحنا اشتغلنا مرة واحدة بس على السريع قلنا ازاي نشتغل عليه وكان معظم الشغل بتاعنا على الباص البطيء فالليبيرا ديت اه انا فضلت اللي احنا نخليها على الباص السريع انت لو عاوز ترجع تشتغل على الباص البطيء فانت هتشيل الاه اتش بي بيس وتشتغل على الادرس بتاع اللي هو جبي اي او بورت اي بيس على طول لو هتشتغل على السريع هتشيب السابت اللي قدامنا ده بحيث ان هو بيديك الادرس بتاع اه الهاي سبيد باص هنعمل بورت اي وهنعمل بورت بي و سي و دي و اي و اف طيب السابت دي احنا هنجيبها منين السابت دي احنا شرحناها قبل كده في فيديو سابق لما كنا بنشرح الخاصة باستخدام البن وطبعا هتلاقيها في الجايد بتاع التذاوير ولو جيت على اي سابت من دول كده وعملت رايت كريك وجبت اوبن ديكليريشن هتلاقي يفتح لك ملف الهيدر الملف ده اسمه اتش دابليو ميم ماب بوت اتش هتلاقي يكتب لك السابت من البورت اي لغاية البورت جي احنا الكنترولر بتاعنا لغاية البورت اف بس ويكتب لك الادرس بتاعت كل بورت بورت لو رجعنا تاني اللي احنا انشأناه ونشوف المنبر التاني المنبر التاني كان بليس هنحدد برضو مجموعة السوابت الخاصة بي المفروض ان انا هحط في المنبر ده القيمة اللي بتحدد لي رقم البن في الريجستر الارقم عندنا بتبدأ من الزيرو لغاية السبعة لساس نمه تمانية بينس فانا هاجي هنا واعرف برضو مجموعة السوابت التانية اولو هاش دفاين بين زيرو ودي الرقم اللي المفروض تحط فيه اللي هو الرقم زيرو رقم زيرو دوت هيبقى 32 بيت بالحكسة ديسمال لو انا عملت ريت كليك كده قلت له open declaration يفتح لك الملف اللي هو جي بي اي او اتش هتلاقيه يكتب لك قصد كل ثابت من دول القيمة بتاعته بالحكسة ديسمال ب 32 بيت هتلاقي البن الاولاني اللي هو بياخد الترتيب زيرو الرقم بتاعه او القيمة بتاعته واحد البن رقم واحد القيمة بتاعته اتنين ده بالحكسة ديسمال البن اه رقم تلاتة بياخد القيمة اربعة البن اللي بعده قيمة تمانية وهكذا بعد كده هنروح للميمبر التالت اللي موجود في الاستركشور اللي هو الضير ده بقدر من خلاله احدد اتجاه البن اذا كان البن ده حيبقى output bin يعني اطلع عليه data او input bin يعني اقرى من عليه data في الحالة دي هيبقى في عندي اتنين ثابت اقدر اخصصهم للميمبر رقم تلاتة اللي هو الضير الثابت الاولاني يحدد لي ان البن هيبقى output bin والثابت التاني هيحدد لي ان البن هيبقى input bin طيب يا طرى احط ثابت من دماغي كده واددله ارقام ولا فيه ثابت موجود في الفاوير طيب تعال نشوف احنا هنستخدم انه ثابت احنا هنا هنستخدم السوابت اللي كنا بنمررها من خلال functions اللي كانت الفاوير بتده هذه لان انا في الكود بتاعي في اه البن دوت سي اللي هكتب فيه functions اللي هتنفذ اللي دي انا هستخدم المجموعة الدولة اللي قدامي دي فاي ثابت انا هكتبه ليه الميمبر خاص بالdirection هاخده من السوابت اللي موجودة قدامي هنا كان في عندي هنا دلة بقدر من خلالها اقدر احدد الdirection بتاع البن اللي هي ال جي بي اي او دير مود ست كان فيه البرامتر رقم ثلاثة بحدد من خلاله اتجاه البن كان بيديني سابتين السابت الاولان جي بي اي او دير مود اوت والسابت التاني جي بي اي او دير مود ان فانا هاخد السابتين دول هما اللي هحددهم ليه الميمبر نفس الكلام اللي هعمله دي الدير اللي هو الميمبر اللي بنتكلم عنه هعمله برضو ليه الميمبر بتاع القرنت انا عندي فيه هنا برضو سابت اكثر من خلاله احدد الطيار اللي هيمر في البن اللي هو جي بي اي او سترينث اربعة ميلي امبير طبعا فيه اربعة ميلي امبير وفيه اتنين ميلي امبير وفيه تمانية ميلي امبير البرامتر ده رقم ثلاثة فيه الدلال اسمها جي بي اي او باد كونفج ست فيه برضو برامتر تاني موجود او ميمبر تاني موجود فيه تكلمنا عنه اللي هو الطيب اللي انا بقدر احدد منه البن طيب فبرضو موجود عندك هنا فيه النفس الفنكشن ديت الجي بي اي او باد كونفج ست برامتر رقم اربعة جي بي اي او الطيب السي تي دي البرامتر ده هو اللي بحدد من خلاله الطيب بتاع البن فعندي اكتر من طيب فاحنا هنستخدم هنستخدم السوابط ديت ونحددها للممبرز بتاعة نرجع بقى السوابط بتاعة الممبر اللي هو داير احنا قلنا حيبقى فيه عندي اتنين ثابت هيبقى وحط له جي بي اي او داير مود اوت هيبقى ده السابت بتاعة وده السابت اللي انا احطه من عندي بعد كده هنعمل ده برضو السابت انا احطه من عندي ودي له السابت بتاع التفاوير هل انا لازم اعمل الكلام ده؟ مش لازم بس انا بدلا ما احفظ او احاول افتكر طبعا نحن بنحفظ حاجة في البرمجة بس بدلا ما انا احاول افتكر اسم السابت اللي كنت عاوز او اشغال به عاوز احطه في الداير او في الدايريكشن بدلا ما يبقى اسم طويل حتى وهروح حتى اعمل له كوبي وبست من مكان فيبقى اسم قصير سهل لاستخدام يعني مثلا عاوز اخلي البن قوت اقول له بن قوت على طول عاوز اخلي البن انبوت اقول له بن ان على طول طيب ده بالنسبة للداير المنبر اللي بعد كده اللي هو فيبقى عندي تلاتة ثابت هقول له اه اتنين ميلي امبير وهحط اتنين ميلي امبير والاربعة ميلي وهغير برضو هنا الاربعة والثابت التالت هيبقى تمانية ميلي امبير وغير لتمانية ميلي امبير بعد كده المنبر الاخير اللي هو الطايب الطايب دوت اللي هو فوق قدامنا ده وفي الحقيقة احنا عندنا اكتر من طايب احنا هناخد حاليا هنكتب حاليا اه ثلاث ثوابت هنشتغل المرة دي على السابت اللي هو البن ستاندرد بعد كده هنشتغل على البول اب والبول داون طايب وفي بقية الطايبس التانية لما نتعرض لها هنبقى نزودها في اللي بيراري الطايب الاولاني اللي هو هاشدفين بن ستاندرد هيبقى جي بي اي او بن طايب ستاندرد ده السابت بتاع السابت السابت التاني سيبقى بن بول اب تور ده هياخد السابت بتاع والسابت التالي بن بول او بيدي هياخد برضو السابت بتاع كده يبقى انا خلاص عرفت اللي هستخدمه. ومجموعة السوابت اللي هستخدمها معه. الخطوة التانية اللي هنعملها في ملف الهيدر هي الفونكشنز بروتو تايبس اللي هنستخدمها في اللايبيري اللي احنا بننشئها. فاحنا هننشئ اتنين فونكشن. فونكشن قوانية اسمها بن اينت بترجعش باي حاجة فبتاخد فويد. وبتاخد برامتر واحد. الطيب بتاعه هيبقى بن اندرسكور تي. اللي هو اللي احنا انشأناها. وظيفة الفونكشن دي نتعمل لي اعداد وتهيئة للبن والبورت اللي انا هشتغل عليهم. الفونكشن التانية اسمها بن رايت. ودي الغرض منها انها تطلع لي هاي او لو على البن اللي انا بتعامل معه. ما بترجعش باي حاجة فبتاخد الطيب بتاعها بيبقى بيعد منها اتنين برامتر. البرامتر الاولاني هيبقى الطيب بتاعه اللي احنا انشأناها اللي هو البن اندرسكور تي. والبرامتر التاني عبارة عن امر الامر ده او سابت بيقول لي الاشارة طلع عنوحها ايه? ازا كانت هاي او لو. آآ تعال نشوف السوابت بتاعة الامر الخاص بالبرامتر التاني. يعني كده البرامتر الاولاني خلاص. كده احنا عرفنا اللي هو وشرحناه. البرامتر التاني اللي هو ده هيبقى عبارة عن سابت بيحديد لي نوع الاشارة اللي انا عايز اطلعها على البن. فان اكتب تلات سوابت. السابت الاولاني هيبقى لو. ده لو انا عاوز اطلع على البن لو. فحديله قيمة زيرو. السابت التاني هاي. وده حديله القيمة واحد. ده لما كنا عاوز اطلع اشارة هاي على البن. السابت التالت اسمه توجل. هديله قيمة اتنين. وظيفة السابت ده. لما اكتبه في الدلة بتاعة البن رايت. يبقى الغرض منها انها تعكس لي الجهد اللي موجود على البن. ازا كان الجهد اللي على البن هاي. تخله لي لو. وزا كان الجهد اللي على البن لو تخليه هاي. كده احنا خلصنا شرح ملف الهدر. ان شاء الله في الفيديو الجاي. هنشرح ملف دوتسي. ونعرف ازاي. نكتب الاكواد بتاعة الفونكشنز اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقت. ما تنساش تنزل الماتيريا الخاصة بالمحاضرة. الرابط بتاعها موجود على الشاشة قدامك. وهتلاقيه موجود تحت في الوصف في الدسكريبشن بوكس. هتلاقي فيها الاكواد اللي احنا بنشرحها في الفيديو. مخطط الدايرة وتجميحها على التستو بورد. بالاضافة الى الباور بوينت في صيغة بي دي اف. شكرا جزيلا.